ودوما في جولتنا نستعرض مع حضراتكم أبرز ما تنولته الصحفة الصادرة اليوم ودوما بصحبة ضيوفنا الأعزاء أرحب ابتداء من عمان بالكاتب الصحفي أستاذ جهاد المنسي ومن تونس التحية موصولة للكاتب الصحفي ومراسل صحيفة الانديبندنت الأستاذ باسل ترجمان في جولة اليوم نتابع هذه العنوين The Observer لا رأي للفلسطينين كل ما يهم هو إسرائيل وفي صحيفة إسرائيل اليوم نقرأ نتنياهو يتحرك لضم بعض المستوطنات قبل الانتخابات وفي أخبار الخليج بتوافق شيعي وشروط كردية علاوي رئيسا للحكومة العراقية صحيفة الابزيرفر الأسبوعية نشرت مقالا عن خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكيف أنها لا تخدم إلا مصلحة إسرائيل المقال أشار إلى أن الرسالة التي تواجهها خطة السلام هي أن القانون الدولي يمكن التحايل عليه وبحسب الصحيفة فكل الخطط الإسرائيلية أهدافها واحدة هي تكديس أكبر عدد من الفلسطينيين في أصغر مساحة ممكنة من الأرض وإدفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هذا فضلا عن منع الفلسطينيين من حق العودة المشروع إلى بلادهم نبدأ من عمان مع الأستاذ جهاد المنسي أستاذ جهاد هل السلام يتحقق فقط بالاستجابة لرغبات إسرائيل؟ هذا مضمون واضح جدا في هذا المقال التركيز فقط على المصلحة الإسرائيلية دون الوضع في الاعتبار أي مصلحة أخرى مساء الخير طبعا عمليا أعتقد أن الصحيفة ذهبت بالاتجاه الصحيح وشخصت الأمر كما يجب لا يوجد سلام من طرف واحد هناك صراع صراع قائم في المنطقة له أكثر من سبعين عام وبالتالي هناك قرارات للشرعية الدولية وقرارات للأمم المتحدة وقرارات لمجلس الأمن وحتى قرارات دولية هذه القرارات وضعتها الولايات المتحدة خلف ظهرها وذهبت باتجاه مصلحة الكيان الصهيوني واتخذت الخطوات التي تتوافق مع رؤية الكيان الصهيوني في المقام الأول أنا أعتقد أن ما طرح في واشنطن خلال الأسبوع الماضي هو صفقة من طرف واحد الطرف الفلسطيني غائب عن المشهد الطرف العربي غائب عن المشهد الإجماع العربي غائب عن المشهد وبالتالي هي تقزيم للقرارات الدولية وتطاول حتى على القرارات الشرعية الدولية التي رعتها الأمم المتحدة والتي أيدتها كل دول العالم أنا أرى وأجزم أن العالم أجمع عليه أن يلتفت إلى هذا الموضوع الخطير وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة في هذا الإطار تنحو باتجاه مساند الطرف على طرف آخر وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة شريك لإسرائيل في موضوع الاحتلال وليس طرف محيد ولن تكون أبدا في يوم من الأيام طرف محيد بعد هذه الصفقة التي أعلنت عنها والتي أدت حسب رؤيتها إلى ضياع الكثير من حقوق الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني له حق في أرضه له حق اللاجئين لهم حق في العودة ولهم حق أيضا حتى العودة والتعويض أيضا معا وبالتالي هناك قرارات شرعية دولية يجب التزام بها وأعتقد أن الصحيفي ذهبت باتجاه الصحيح في هذا المجال أستاذ باسل في سياق المقال هو يطالب بمحاسبة إسرائيل قانونية كما أنه في نفس الوقت يطالب بمحاسبة جميع الدول التي طالبت الفلسطينيين بتقديم تنازلات من أجل السلام هل هذا طرح يمكن تطبيقه ومن أي زاوية يمكن أن تفهم هذا الطرح؟ يعني علينا في البداية أن نفهم قضية أساسية فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي أن حتى ما قدمه ترامب في صفقة القرن لإسرائيل لو طبق بحذافره إسرائيل لن تسمح بقيام أو بوجود دولة فلسطينية تحت أي شكل أو تحت أي مسمى أو تحت أي طرف لسبب إياد أديولوجي بسيط هي أن إسرائيل لا يمكن لها في ظل هيمنة النص التوراة وهيستيريا التطرف اليميني الذي ينتشر بشكل سريع وخطير في إسرائيل بأن تقبل بفكرة من يضع حدودا لدولة لأساسها توراة وليس لها أساس سياسي على الأرض وبالتالي هذه القضية هي خدمة يعني الصفقة أو ما سمي بصفقة القرن هي خطوة في اتجاه أن تملك إسرائيل ما يستطيع ما لها القدرة حاليا على امتلاكه في ظل الظروف السياسية الحالية وبالتالي ستنتظر لعشر أو عشرين سنة قادمة للأقدام في خطوة أخرى باعتقادي أن ما قالته الصحيفة أن القضية القانونية أو القانون الدولي وكل هذه القضايا هي قضايا لم يتم احترامها منذ عام 47 منذ قرار التقسيم إلى يوم الناس هذا وبالتالي الحديث عن محاسبة إسرائيل وإسرائيل لم تتوقف طوال 73 سنة من تأسيسها عن ارتكاب الجرائم والمجازر وانتهاك كل القوانين الدولية لم يسبق لإسرائيل أن احترمت أي قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو عن مجلس الأمن الدولي إلا القرار 191 الذي أقر بإقامتها وباقي كل القرارات ذهبت لعدة أسباب منها أن الإدارة الأمريكية التي تحولت اليوم إلى توافق ديني ما بين الكنيسة الأنجليكانية والحركة أنيو سهيونية في أمريكا باتجاه أن يكون هناك دولة تنتظرها من أجل أن تطبق ما تراه أنه قد جاء في النص التوراتي أستاذ جهاد وفق هذه التطورات المتلاحقة والرغبة في إجبار الفلسطينيين على القبول بهذه الصفقة هل تتوقع هنا أتحدث عن الشارع الفلسطيني لاسا عن طبق السياسة هل تتوقع انتفاضة فلسطينية ثالثة أم أن الدلائل على الأرض برأيك ربما لا تشير إلى الوصول إلى هذه الدرجة شوف الارخاصات موجودة الارخاصات الرفض موجودة الآن أيضا حتى تتشكل ما يعرف بانتفاضة أو ما يمكن أن نتحدث عنه بانتفاضة يجب أن يكون هناك عوامل لا أتحدث عن عوامل لها علاقة بصفقة القرن ولكن أيضا الفصائل الفلسطينية عليها أن تؤثر صفوفها وتذهب بهذا الاتجاه أنا أعتقد أنه يمكن البناء على ما هو موجود على الأرض فيه هناك رفضة فيه هناك مظاهرات محلامات متواصلة فيه هناك تحركات وأيضا فيه هناك تواصلات وأنا حسب يعني تواصلي مع العديد من القيادات الفلسطينية أعتقد أن هناك نية لتشكيل ما يعرف بخلية أزمة وهذه خلية الأزمة إذا تم تشكيلها وإذا تم التعامل معها على أرض الواقع أعتقد أنه سيكون هناك أمر جدي في القريب العاجل وأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك رفض من الشاعر الفلسطيني الشاعر الفلسطيني رافض الصفقة بمجمل القيادات الفلسطينية ترفض الصفقة ولكن أيضا يجب أن يكون هناك مفاعل على الأرض حتى يتم التعامل مع هذا الكيان هذا الكيان لا يعرف لغة الرفض والتصريحات الإلمية هو يعني حسب معطيات من 1948 حتى هذه اللحظة لا يعرف إلا اللغة القوة هو يعتمد على القوة في كل ما يقوم به حتى قرارة الشرعية الدولية لا يعيرها أي اهتمام وأي قرارات يتم اتخاذها لإهتمام إلا إذا كانت تصب في صالحه العام سنبقى أستاذ جهاد أستاذ باسل في الملف ذاتي حيث كشفت صحيفة إسرائيل اليوم عن اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ضم بعض المستوطنات قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية مارس المقبل وأشرت الصحيفة إلى أن نتنياهو تحدث في جلسة مغلقة عن تأجيل خطوة ضم الأغوار إلى ما بعد الانتخابات بسبب الرفض الأمريكي أوضحت الصحيفة أن نتنياهو وعد بتطبيق القانون الإسرائيلي على بعض المستوطنات في حال فشلت خطة الضم في محاولة لإنقاذ نفسه انتخابيا وعدم خسارة أصوات المستوطنين أستاذ باسل وفق هذا الطرح في الصحافة العبرية في صحيفة إسرائيل اليوم كيف تلقي برأيك الانتخابات الإسرائيلية بشكل قوي بظلالها على القضية الفلسطينية بشكل عام وبشكل خاص في هذا التوقيت علينا أن نفهم أولا آليات التحرك داخل المجتمع الإسرائيلي التي تسير بشكل متسارع نحو اليمين المتطرف لم يعد نتحدث عن يمين اليوم على تلال مدينة القدس هناك ظهر دواعش إسرائيل يعني الفكر الداعشي اليهودي الذي بدأ يهيمن اليوم في المحكمة العليا في إسرائيل هناك أحد القضاء من هؤلاء وبالتالي عندما يتحدث نتنياهو نتنياهو اليوم يريد أن يقدم نفسه بأنه آخر ملوك إسرائيل الشرفة بأنه هو الذي حافظ وهو الذي سعى وهو الذي قدم الإشكال الأساس الذي يواجه نتنياهو اليوم هو أن شكل النظام السياسي الإسرائيلي اليوم بعد طوال هذه المدة فقد قدرته على الاستمرارية أو على صناعة القدرة إسرائيل اليوم تحولت إلى دولة محلية لم تعد إسرائيل تلك الدولة التي لها القدرة العسكرية على شن حروب ليس لها القدرة على الاشتبات إسرائيل فقط تقوم بعمل يعني الأسس التي كانت وجود إسرائيل مبنيا عليها صناعة الأعداء والاشتباك اليوم ليست موجودة وبالتالي هناك إشكال أساسي في العقد الإسرائيلي نحن نرى أن هذا التفتت في المجتمع الإسرائيلي أفشل الانتخابات لثلاث مرات وبالتالي هذا يعكس أن هناك حالة من عدم القدرة على كسب معركة من سيكون في قيادة إسرائيل يريد أن يقدم تلازلات اليمين المتطرف يريد أن يقدم تلازلات المستوطنين هي عبارة عن سباق من يقتل أكثر ومن يسرق أكثر ومن ينهب أكثر ولكن في النهاية هذا يؤشر إلى أن العقل السياسي الإسرائيلي الذي كان يمارس سياسة خطيرة في العالم ويواجه العالم ويتحدث ويقدم سؤالة إسرائيل هذا كله انتهى وانهار وتحولت إسرائيل إلى دولة فاشلة ليس لها احترام على المستوى العالمي بالبطأ الفاشلة أستاذ جهاد المنسي وفي ظل احتقان بالشارع العربي هل بالفعل سيقدم نتنياهو على ضم مستوطنات بين قوسين إرضاءا للمستوطنين وضمانا للحصول على أصواتهم في الانتخابات القادمة هو عمليا تسربت بعض المعلومات أن الولايات المتحدة نصحت نتنياهو بالعدم الأقدام على هذه الخطوة إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية الآن أعتقد أن نتنياهو لن يعير هذا الموضوع الكثير من الاهتمام سينظر إلى الساحة الداخلية أتفق تماما أن نتنياهو هو عبارة عن أبو بكر البغداد الصهيوني يعني عمليا إذا كان هناك داعش في بعض الفكر المتطرفة هناك أيضا داعش ولكن بشكل آخر عند الكيان الصهيوني وبالتالي هو سيذهب بأي اتجاه حتى يستطيع أن يحافظ على وجوده في رئاسة الوزراء يعني تماما أن هناك إشكالتين حصلت يعني تماما أنه يذهب إلى انتخابات جديدة وهو يذهب بانتخابات جديدة مغطى بما تم في واشنطن وبالتالي هو يعتقد عليه أن يحدث الفرق في هذه الانتخابات وبالتالي قد يقدم على ما قد يعرف بتطبيق القانون الصهيوني على بعض المستوطنات هنا وهناك وهذه خطوة قد يقدم عليها نتنياهو في القريب العاجل حتى يضمن أصوات المستوطنين وأصوات المستوطنين بالنسبة له مهمة جدا في هذا الإطار ابقى معي أساز جهاد تفضل بالبقاء معي أساز باسل بعد فصل قصير سوف نناقش ضمن ما سنناقش الحكومة العراقية الجديدة ورئيس الوزراء العراقي الجديد كيف كانت التفاهمات التفاصيل في أخبار الخليج بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد إلى القراءة والتحليل مرة أخرى في الصفحة الأولى إلى ملف آخر في قراءتنا حيث صحيفة أخبار الخليج صلطت ضوء على كوليس الاتفاق على ترشيح محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء الصحيفة أشارت إلى أن علاوي تم تنصيبه بالتوافق بين الكتل الشيعية بالصيغة ذاتها التي تم تمرير عادل عبد المهدي من خلالها رئيسا للحكومة الصحيفة كشفت أيضا عن وثيقة تتضمن شروطا للكتل السياسية أملتها على رئيس الحكومة الجديد من بينها الإبقاء على الامتيازات التي حصلت عليها الكتل الكردية في عهد عبد المهدي فضلا عن الموافقة على مرشحي الكتل السياسية للحقائب الوزرية أستاذ باسل ترجماننا ضيفنا من تونس هل تعتقد أن تتابع الملف العراقي أن رئيس الحكومة الجديد سيوافق على هكذا إملاءات أم أنه سيكون له رأي آخر يعني في البداية رئيس الحكومة العراقية الجديد هو نتاج لنفس آليات إنتاج رؤساء الحكومات العراقيين منذ سقوط النظام العراقي في 2003 وبالتالي الشارع العراقي عندما خرج ضد تركيبة الحكم هذه كان هدفه تغيير هذه الآليات من خلال تفاهم شيعي كردي أو سني كردي أو كردي أو سني شيعي لأن الإشكال الأساسي للواحدة العراق اليوم هو ليس في التقاسم الطائفي الذي دمر العراق ولكن هو في الفساد السياسي الذي نهب أمواله القضية لم تكن عندما تمت يعني خرج الشباب العراقي في شوارع بغداد والبصرة وكل المدن كان خارجا ضد حالة الفساد والنهب وسنقة أموال العراق وتبديدها وإعطائها لدول لا ناقلها ولا جمل في الشعب العراقي وبالتالي الإشكال اليوم رئيس الحكومة الجديد ما الذي سيكون قادر على تقديمه من خلال هذه التوافقات الطائفية والإثنية من أجل ضمان سيادة ومستقبل ومصالح العراق باعتقادي أن الإشكال كبير جدا لأن من يهيمنون على المشهد السياسي العراقي إلى يوم الناس هذا ما زالوا يرفضون فهم أو قبول فكرة أن العراق هناك فكرة جديدة يتبولون في العراق هو الفكر الوطني العراقي لم يعد هناك التقسيمات الطائفية التي تم التلاعب بها طوال السبعة عشر سنة الماضية سقطت عندما خرج الشباب في البصرة يهتفون من أجل العراق كانوا أغلبهم انصح التعبير من الطائفة الشيعية وبالتالي هذا الكلام الذي لعب عليه هؤلاء سقط وأصبحوا عاجزين عن استمرار تصديره إلى الشارع الشارع العراقي يبحث عن حل وطني لحماية وضمان على ذكر الحل الوطني أستاذ جهاد منذ قليل إيران ترحب بترشيح علاوي أو بتكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة رئيسا للحكومة العراقية فهل تعتقد أن علاوي سينجح فيما فشل فيه عبد المهدي وسط هذه الأجواء وهذا دعم الإيراني المعلن منذ قليل عمليا يعني الرئيس العراقي المكلف الرئيس وزايا المكلف أعتقد أنه من ذات العلبة التي تم فيها اختيار رؤساء الوزراء السابقين وبالتالي الشعب العراقي عندما خرج إلى الشوارع خرج حتى بجزء الأغلبية الطائف الشيعي التي خرجت في البصرة وما إلى ذلك وبالتالي لم يخرج ضد طبقة سياسية بالمطلق بالمطلق منما خرج ضد ما عرف بالفساد السياسي فساد السياسي ضرب العراق ضرب جذوره أذهب خيراته ومن هنا أنا أعتقد أن الأزمة ما زالت مستمرة ترحيب هنا أو ترحيب هناك يعني قد لا يدفع الشباب العراقي إلى العودة إلى منازلهم أو قد يدفعهم بعض الأحيان إلى الانتظار ولكن هذا الانتظار لن يطول ما دامت الطريق التشكيل الحكومات في العراق تتم بهذا الشكل أنا لا أتحدث عن الترحيب الإيراني أو شخصية الرئيس الوزراء المكلف بقدر أن العراق كان يجب أن يذهب باتجاهات دموقراطية أوسع كان يجب أن يذهب باتجاهات كعكة يجب أن تتم تقاسمها بين الطوائف المختلفة وأن نذهب وأن نزيح هذا البعبع الذي خلقته الولايات المتحدة وخلقته بعض الأنظمة البعبع الطائف والبعبع الإرهام وما إلى ذلك من أن نزيحه جانبا وأن نتعاطى مع المعطى العراق على أساس دولة دموقراطية تقوم في الخريج باعتبارها واحدة دموقراطية كنا نأمل ذلك كنا نذهب نأمل أن تذهب الأمور بهذا الاتجاه ولكن المعطيات على الأرض ذهبت باتجاهات أخرى وأصبح هناك شد سياسي وأصبح هناك فساد اقتصادي فساد اقتصادي كبير من الطبقة الحاكمة وبالتالي هذا ما أدى إلى خروج الناس إلى الشوارع من كافة الطوائف مفهوم نتحاول في قراءتنا إلى الصحافة البريطانية تحديدا إلى صحيفة الجارديان التي وصفت رئيسة تركيا رجب طيب أردغان بالرجل المثير للمشاكل في أوروبا والولايات المتحدة موضحة أنه يواصل جني العداء مع أوروبا وواشنطن في محاولة يائسة لتزعمه العالم الإسلامي الجارديان أشارت أيضا إلى أن أردغان رجل دائم للمشاكل حتى مع حلفائه مثل طهران وموسكو والتي كان آخرها شن هجوم على روسيا واتهامها بانتهاك اتفاق أستانا وسوتي بشأن سوريا أستاذ باسل ترجمان ضيفنا من تونس كيف تحولت تركيا تحت قيادة أردغان برأيك من سياسة صفر مشاكل إلى هذا السعي الدؤوب لكسب عدوات وفتح جبهات عديدة؟ علينا أن نفهم أن أردغان هو صنيعة مشروع على رأسه عصابة الإخوان المسلمين من أجل خلق الأزمات تم تقديمه يعني هناك كثير من القضايا نحن نتعامل معها للأسف بعاطفية وبحماسة عندما قام أردغان ليختلف صائحا غاضبا مع رئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريس فهاجت أمة الإسلام والعرب كان هذا كله في إطار التصنيع عندما استلم أردغان الحكم في تركيا وثق وثبت وعزز العلاقات التركية الإسرائيلية بشكل لم تعرفه منذ قيامها عام 1949 وبالتالي هذا الرجل هو صنيعة لها صنيعة وجزء من تركيبة لها هدف استراتيجي أساسي في درب وتدمير المنطقة اليوم أردغان انتقل من الحلقة العداء الأولى وأقولها وهذا رأيي فيه دائما هو شخص مريض ليس شخص سوي لأنه لا توجد دولة سوية في العالم تكون على عداء مع كامل محيطها الجغرافي مع الدائرة الأولى الاستراتيجية لعلاقاتها تركيا على عداء كامل مع كل جوارها الجغرافي قبرص، اليونان، بلغاريا، روسيا، سوريا، العراق، الأكراد، الأرمن وبالتالي هذا حال من الشذوذ السياسي لا يمكن أن يكون شخص سوي أو يملك رؤية استراتيجية ثانيا أن أردغان انتقل من حلقة العداء الأولى إلى حلقة عداء ثانية اليوم وسعها أصبح على خلاف واشتباك مباشر مع مصر، مع إيطاليا، مع فرنسا اتفاقية الغازة التي وقعها مع ما تسمى حكومة السراج كانت قضية هي عبارة عن رجل يبحث عن الاستفزاز لم يعد أردغان قادراً أن يعيش كإنسان سوي يعني إذا لم يفتعل كل أسبوع أو كل شهر بعدد من المشاكل من أجل أن ينفس حالة الفشل السياسي والاقتصادي التي تعاني منها تركيا فهو رجل يشعر بأن هناك شيء ما ينقصه وبالتالي أردغان هو حالة مرضية العالم للأسف الشديد وخاصة الاتحاد الأوروبي تعامل معه خوفاً من استغلاله لورقة اللاجئين والتهديد بها خاصة أن استعمال اللاجئين والتهديد بهم قادت إلى القيام بعشرات العمليات الأرهابية في أوروبا التي كانت جزء من هؤلاء هم جزء من اللاجئين فتح لهم أردغان وصلت فكرتك أستاذ باسل ترجمان أشكرك شكراً جزيلاً لكاتب الصحفي التونسي ومراسل صحيفة الاندبندت وشكر موصول لضيفنا من عمان الكاتب الصحفي أستاذ جهاد المنسي ودوماً نشكر لحضراتكم حسن المتابع ابقوا دوماً في أمان الله وإلى الملتقى اشتركوا في القناة